دايماً أحب أذكر لعيبة الزمالك بجدول ترتيب الدوري ليه؟ لأنه عشان تعرف أنت فين لازم تعرف بالضبط موقفك إيه؟ في التنافس والمنافسة عشان كده أما دايماً أتكلم على المنطق ده أنه لازم لعيبة الزمالك يبقوا حطين جدول ترتيب الدوري وصدهم في قط اللبس كله هو على الباب كده داخل خارج يشوفه داخل خارج يشوفه عشان يعرف اللي منافسيه فين وإزاي والأهداف عاملة إزاي طيب عارفينه كلام ده بس ما تشوفه طول الوقت قصاد عينك هيبقى في دماغك كده على طول عشان كده بأذكر لعيبة الزمالك بأن الزمالك في الترتيب رقم ثلاثة بعد عشر مباريات تمام؟ الأهلي في الترتيب الثاني بعد تسع مباريات بيرامدز في الترتيب الأول بعد عشر مباريات يعني لعبة الزمالك الزمالك فاز سبع مباريات وتعادل مباراة وخسر مبارتين النادي الأهلي لعب تسع مباريات فاز تمانية وتعادل واحدة ولم يخسر بيرامدز لعب عشرة فاز تمانية وتعادل اتنين ولم يخسر شايفين ده الجدول؟ ده الترتيب لم يخسر صحيح بقى أن بعض الناس يقولك أن فيه التحكيم ومش التحكيم والتأثير على النتاج أنا مش عايف فيني تأثير النتاج هنا أنا مش شايفه يعني لكن يعني كل واحد وأوهامه ما فيش مشكلة تمام؟ فلازم تاخدوا بالكوا دايماً دايماً يبقى عندكم الايه؟ جدول الدوري شايفينه وصادعنيكم قبل مخرج عاوز يعني أتكلم عن حاجة صغيرة قوي كده قد كده وهي أنه فيه فيديو منتشر لجمهير أحد الأندية بتهاجم جمهور نادي الزمالك ومجل صدرته ما يجب أن يحدث هذا في ظرف وظروف إحنا عايزين نرجع الجمهور وجمهور كله بموجود وفي مباراة جاية زي مباراة المنتخب ستين ألف واحد هبقوا موجودين ما ينفعش نعمل بقى الرتوج دي ونحط الحكاية دي ونعمل التهابات تاني لازم مجالس الإدارات تتصدى لمثل هذه الأمور لأنه من الخطأ التغاضي عنها تماما خطأ كبير جدا وما يجب أن يمر مرور الكرام لكن إحنا مرينا مرور الكرام